وسط هذه الغبات المترامية الأطراف والمساحات الخضراء بضواحي العاصمة الألمانية بلينة وبهذا المركز الرياضي الرائع كان شبان أكثر من 14 دولة على موعد مع دورة كوبا كوكاكولا في طبعتها لهذه السنة خمسة أيام كاملة كانت كافية للوقوف على مهارة عديد الشبان الذين تألقوا بفنيات عالية ونسوج كروية رقية أبهرت المتتبعين والحضور من تقنيين ومنظمين وحتى النجوم العالميين الذين أطروا الشبان على غرار نجم الماشات في الثمانينات بياغليت بارسي ومدافع أبطال العالم في دورة 2014 هوس بني ديكت أو مساعد يواخيم لوف أنغي فلانك طبعا بطولة قوية جدا وبالنسبة لأولاد عمر سنية من 13 إلى 15 سنة شفت مواهب كتير جدا مختلف البلاد يمكن شدني أكتر الشمال الأفريقي متمثل في الفريق المصري والجزائري والمغربي والتونسي شفنا مجموعة من اللعيبة مميزين جدا في وجود لتبارسكي طبعا من اللعيبة العظماء اللي احنا أساسا في سننا تفرجنا عليهم ومساعد لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا معجبين جدا من بلح ما كنا نقوم نشوف ونزلوا التدريبات مع الأولاد تجربة مهمة جدا لوليدات هذه لأنه كان فيها تأطير كان فيها تكوين كان فيها مقابلات كان فيها ممارسة مع لعبين كبار مثل لتبارسكي حاضر توجه هذه اللعبين وتعطيهم دروس وتعطيهم توجيهات ديالو فمبادرة جيدة جدا وعلى الرغم من أن هدف مسؤولي الشركة العالمية الرعية كان أولا تمكين شبان البلدان من الانتقاء والعيش سويا من أجل التعارف والتقارب من خلال لغة كرة القدم وسط أجواء صداقة حميمية فريدة من نوعها إلا أن ذلك لم يمنع المنظمين من توجيه رسائل بالغة الأهمية للشبان من خلال تلقينهم أبجديات الاحتراف وتقنيات التدريب المتطورة بعيدا عن ضوضاء المدينة وبداخل هذا الصرح الكروي الضخم والبعيد عن أجواء المدينة وعن أي اتصال مع العالم الخارجي هم هذه الدورات هذه دورات مقابلات منافسات بين فرق ولكن هي حصص تبادل ثقافي ورياضي الباز تبادل ثقافي ورياضي الباز تبادل ثقافي ورياضي تبادل ثقافي كما راكم تلاحظوا ومن جانب أخر ثقافي وين يروحوا يزوروا المعالم الثقافي الموجودة هنا في ألمانيا فبقى في عملية انتقاء للعيب سواء في النحل البدنية سواء في النحل المهرية سمات الشخصية للعيب بالتفكير خصوصا أنها لسه في مرحلة سنية صغيرة ممكن أن أنت بتديله كل الخبرات اللي هي تساعده أو تسقل موهبته المشاركون في الدورة تمنوا لو استمرت المنافسة أيام أكثر حتى يتسنى لهم تلقين الشبان تقنيات أكثر مطالبين شركة كوكاكولا بالإكثار من هذه المبادرات التي تخدم الشبان